السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو ما بعض ده دليل ارشادي للناس اللي شغالة كهروميكانيكا في المكاتب الاستشغرية. ده جزء من الكود السنافوري بس هو بشي جبالي حتى في سنافورة ومجرد بس ارشادي بيساعد الناس. فهنا بيتكلم على الحاجات المخرجات من كل مراحلها من مراحل تسليم المشروع. يعني في مراحلات بيبقى مهم بالنسبة لك ان انت تفهم الطلبات العمير. وان انت تعمل دي حاجة اه وثيقة بين المالك وبين المكتب الاستشاري. وبيكون طبعا بكتابتها وتعديل عليها البيم مانجر ورئيس الجسم. يعني الناس اللي هي شغالة في الموديل ما بتشغلش فيها. اه بعد كده بيم كونسفش والريبورت بيتكلم على السكماتيك والمعاملات الرئاسية. يعني ممكن دي في المرحل دي ما نطلعش اي موديل خالص ومطلعش اي الواح خالص. اه ولو هنطلع ما فيش مشكلة. هنطلعها تشرح الفكرة بتاعتك بس مش مفلوم انك نتحطها في التفاصيل لان اصلا نفسها مش متوافقة على المعمارية. فما تبزرش جهد وفي الاخر يقول لك لا ده احنا اصلا يعني النقط الرئيسي اصلا مش فتفين عليها. مفلول ما تبزرش جهد في المرحلين. الاسكماتيك تزاين المعماري بيعمل الموديل بسيط والقهر وميكانيكا اللي بيبدأ يحط الشغل بتاعه على المعمار البسيط دوتين. هو بيحط المعمار البسيط للمرحلة دي. بيش يحط الدتين مش يحط التفاصيل. احنا بيكون لما تفقين معها مثلا ان انا بشيط ينفع الشغل من غير مثلا الحوايط مغرف الور ومن غير السيرينج مثلا. فهو بيبدأ يخد الحياة الاساسية اللي احنا عايزينها بيبدأ ايه يحطها. احنا برضو ايه نعرف من الشغل. وبنطلع على سكماتيك دروينج. ما فيهش تفاصيل كتير. الديتيل ديزاين دروينج زياد الموديل. اليمي بيديتيل ديزاين ريبورت. الكلاش ديكشن. والديتيل. والبوكيو. والتندار ديكمنتيش. الكونستركشن والأس بلت. وفصيلة مانجمات ده بيش تبع المكاتب الاستشعالية. ده المكاتب التانية تعمل. عند كده الشغل خلص. عند الودي تفطمية او تفطمية او تفطمية او تفطمية تفطمية ديزاين. هنا بسبب الكلام في كل مرحلة من مراحل. بيبدأ التفصل فيها. يقول عليكم مثلا اي من طالبات العميل. نotomayor العميل. ونعرف ايه هدفه من استخدام البين ميكت المشروع ده. ونعرض عليه اهم الفوائد اللي ممكنه. بحس لو ما عاد حاجته سوف نعملها له. بنبدأ نجهز الشغل بتاعنا. بنبدأ نجهز البين ميكت الشيوم بيلان. لو في محتاجنا على محتاج لها بنبدأ نشوفها. بنبدأ ندفع على البرامج اللي نشغل عليها. بنبدأ ندفع على طلات الشغل. ده البين بروژيكت. يجب أن يكون لديه بيمت اندليت من قبل ما اشتغل من مشروع تانية يتعمل لي فولدر من ال IT أو من ال BIM MANAGER فبدأ أضع معلومات المشروع في قلب المكان وبعد كده أضع معلومات المشروع ما نفعش أضع معلومات المشروع وانا بشكاتب المشروع موجود فيه نقصة أو المشروع ده في المعلمات المناخية أو اسم المشروع أو اسم المالك لازم معلومات ده قبل ما ابدأ شغل القصة وبعد كده ببدأ أصحب المعماري والإنشائية وعمل لهم لينك متأكد أن المكان هو مضبوط وبعد كده بحمل الفامري اللي أنا اشتغل عليها وبعد كده عمل كوب منتور للعناصر الرئيسية للأرتكشر والاستركشر وبعد كده ببدأ أحط البيوهات الأساسية اللي أنا أريد ويكون مثلا الممنة ده تنين بازمانت وغراونت وعشرة دور فأبدأ أعمل لهم اللي هو هاتف وشتت وهاتفوا فيه في الشيت بحيث يوفر على الوقت وابدأ أعمل الورك شييرنج بحيث كل الناس شغل في المشروع لدينا كنت نجد الإخبارات في المشروع مثل الميكانيكا 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 المترجم المشروع المعنوات المترجم 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 نبدأ نتأكد من شغل المعماري لانه ممكن يكون المعماري في مشكلة فنتأكد من ان الجرد محتوى صح السينينج محتوى صح الاسلاب الولد هنا بيضي مثال على الريفت ان انا بختار التمبليت وابدأ اجهز الموديل بتاعي وابدأ اصحب الكوميولاتور ابدأ اعمل الشتات الوركشينينج بيبقى الشغل موجود على السيرفر والناس كلها تقدر تشوفها ممكن يكون فيه مسال شغل في كافتر من دولة فمن اكثر من دولة بشوف زي هنشغل السيرفر من خلال انترنت بلنده نعمل وقصة مياداتين على التسمية بسبب ان نشوف الاسم افهمه باش لاده ما نرجع عليه الورا والكود ونبدأ نعمل الكوردونيش نتأكد من الشغل المطبق ونتأكد من انهم بشوف الشغل المطبق بعد كده نتأكد ان الاعدادات موجوده مفروض انها موجودة في التمبليت مستشفى في مستشفى ففي نعمل بايم مكادش موجودة قبل كده بقدر اعملها بقدر احط الفترة التحتي هنمشي منين ونطلع فيين ونشتغل ازاي بقدر اشوفها لو في حاجة ممولة كده ادأ اسحبها لينك كده نستخدم برامج الاناليسز بما انت عملت الموديل فتقدر تدخل على اي برنامي من برامج الاناليسز في برامج او في امتداد مشتركة بين البرامج الاناليسز وبرامج الاناليسز تدرك زي 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 يعني لما فيك امتداد كثيرة قليستقدر كثيرة من هنا. تتقيب الحنى هنا ببنقس بابيعة شغل بحيث نقدر نقوم بتعمل تحليل دوتك وتقدر تاخد الريجي بيك سي مائل لشغل كاعك تقدر تعمل سبابك تحتك من خلال البرامج وتخليه يعمل سايزنج او ري سايزنج لشؤول بتاعك نقوم بتدخل معلومات اكتر نقوم بتعمل موديلنج للخدمات الموديلنج بقم تقوم بتعمل موديلنج لديك تعمل نقوم بتعمل كومي ممتور استخدام الهر الابتج البرامج لا وانت شغال كوردريشن هتبدأ تعمل كوبا مونتور ونعطر كلها بحيث تحرق لو اي عنصر تحرك وانا بشرحك ازاي تعمل كوبا مونتور في برنامج الرفت مفروض ان الكودي بقى بابلك ما بقاش ملاكزة على برنامج واحد يعني وانا بقول لك ان انت هتعمل سيليفت على الحاجة اللي معمول لها لينك لينك المعمل لينك اللي جاي وبعد كده تقول لكوبا مونتور سيليفت لينك تختاره وبعد كده تيجي هتقول له هنا كوي وبعد كده هتقول لي ملتيبل وتبدأ تختار اكتر من عنصر وبعد كده هتقول له فلش مرتين فلش للتحديد وبعد كده فلش لان انت عملت الحاجة اللي انت عايزة ده هنا شغل الارتكشور وستركشور وبعد كده بدأ نحط الميكانك الكوبمنت وبعد كده بدأ نعمل موذل انجلي السيستم لشغل معمالي وبعد كده بدأنا بنحط المخارج تماما وبعد كده نبدأ نوصل بينه سيغل الصحي بتبدأ تحط وبعد كده هتبدأ توصل بينه وبعد كده هتبدأ تحط مجل كالي كومينت وبعد كده تبدأ تتوصل وبعد كده هتبدأ تحط المجل كالي كومينت وبعد كده تتوصل وبعد كده هتبدأ تعمل البابلش للموذل بدايعك وبعد كده هتبدأ تعمل البابلش للموذل بدايعك وبعد كده تبدأ تسحب حياتك البابلش للموذل بدايعك وبعد كده تعمل اللي الملفات فهتبدأ تعمل الشتات وتبدأ تعمل متش لاين لدي عنده عندك لوحة كبيرة فهتبدأ تحط متش لاين عشان استعرف ان لوحة دي بشاور على الان لوحة تانية وده طبعا من هايكون بالصدقاء بالسقط بوكس بابل الشيت هنعمل ليبل باي ليبل هبدا هتأكد انه فيش مشاكل فالهون تعمل مش هقول له ممكن تلاقي مشاكل كترة جدا متعرفش تحلي ايه فهتبدأ ممكن تتقسمه مع طريق ليبل باي ليبل او روم باي روم او ورسنتل اسباس او فورتكال اسباس عشان تبدأ تشوف المشاكل وتحلها يعني ممكن تمسك شفت وتبدأ تشوف المشاكل وتحل المشاكل دي انا بقول لك اهم من عناصر اللي تبقى موجودة دي عناصر معمرية دي عناصر الانشائي دي عناصر بقى الميكانيكل يعني ميكانيكل بايبينج تشمل الواحد من ثلاثة و البلاومنج ايه لعراس القصية اللي موجودة فيها وعاكسه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة